يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي على أواقول يشرف رفقة محمود صدق عبد الرحمن الهباش قضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية على غرس شجيرات الزيتون تم استقدامها من فلسطين والتي ستغرس بحديقة جامع الجزائر كما نتابع في هذه الصور مباشرة من حديقة جامع الجزائر يتم غرس شجيرات الزيتون التي تم استقدامها من فلسطين ترجمة نانسي قنقر